ضمن إطار قانوني المحكمة المحادية بعد انتخابات الماضية عام 2021 ألزمت البرلمان العراقي سياسية بتفعيل وضرورة إعطاء تغييرات جذرية في قانون انتخابات وخصوصا في انتخابات مجالس المحافظات بما يشمل موضوع العدو الفرز والدائرة الانتخابية ومفوضية الانتخابات ما يجري اليوم من حراك داخل قبة البرلمان هو ضمن الإطار القانوني والدستوري يجب إعطاء تعديلات لهذا القانون لكي يتفعيله في شهر العاشر من العام المقبل في انتخابات مجالس المحافظات التي لها خصوصية ولها جانب خدمي أكثر من الجانب التشريع عن البرلمان العراقي هذا ما يجب أن يفهمه المواطن وما يجب أن يفهمه كل الكتلة السياسية سواء المؤيدة أو المعترضة على هذا القانون أستاذ إحسين إذا كان دستوريا وقانونيا لماذا هذه المظاهرات الشعبية والرفض بشكل كامل لهذا القانون يعني حقيقة الأمر هناك تحرك سياسي لبعض الكتل السياسية التي قد تشعر بخطورة تغيير قانون الانتخابات مجالس المحافظات وتحويله إلى دائرة انتخابية واحدة قد يؤدي إلى تشديد الأصوات بمقابل هناك كتل سياسية ترى أنه وجود قانون الانتخابات بشكله الحالي قد حرمها من مقاعد والصوات وهذا الأمر سوف يخضع إلى الأغلبية السياسية والأغلبية داخل قبة البرلمان والتصويت وبالتالي كل الحذر من جر الجمهور والشارع العراقي للتصعيد وتفعيل الأزمات العراق يمر في وضع حساس ومرحلة سياسية واقتصادية مهمة يجب علينا على كل الأطراف أن تهدئ الساحة وأن تعمل على الاستفادة التطور في الحالي والتوفير الجوانب الاقتصادية أكثر من الحسابات الفياسية وموضوع الانتخابات المجالس المحافظات والمرلمانية لكن أستاذ حيدر بالمقابل البعض يعتبر أن الكتل الحاكمة في العراق تخشى على مناصبها فلذلك لجأت إلى هذا القانون المثير للجدل وبالمقابل أيضا الكتل المعترضة أيضا تطمح إلى الحصول على مناصب الكفتين متساوية أنا هنا أتحدث من الجانب المنصف والمراقبة الذي يرى الأشياء بالمنظار واحد الطرفين لهم طامح ولهم طامح وبالتالي علينا أن نقدر من الأفضلية لمن يستطيع أن يحقق مشاريعه الانتخابية والوعود وبالتالي خليه روح الجانب أحنا قلن نجرى الانتخابات خليه يكون الانتخابات كل الأطراف إذا تخشى لديها الجمهور فهي بالتالي خليه تشارك من الضير من ذلك أستاذ هيدر هذا القانون نعم هذا القانون سيعرض على مجلس النواب يوم السبت ما المتوقع يعني لحد الآن المعطيات تعشر إلى إقرار القانون مع وجود تعديلات لأرضاء القوى المستقلة والنواب المستقلين ومحاولة إقناع الأخوة في التيار الصدري إلى الدخول في الانتخابات المقبلة ضمن هذا القانون الجميع لا يريد أن يذهب إلى التصعيد بالشارع الجميع يذهب إلى الحوار وبالتالي حتى لو لم يقر في يوم السبت سوف يجب أن تصريغة جديدة يحاولون بينها إرضاء كل المستقل السياسي وإقناعهم بالمشاركة وأجراء الانتخابات وفق التغيير الذي يعود إلى كلام الأول هو ضمن قرارات المحكمة الاتحادية التي أوجبت ضرورة إجراءات على قانون الانتخاب الحالي شكرا جزيلا الإعلامي والمحلل السياسي حيدر حسين الأسدي على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد شكرا جزيلا